من عظم التبوهات التي حطمت كثيرا من القلوب أن بعض الناس يعتقدوا أن له حياة بعيدا عن الله يعتقدوا أنه حي ولكن الحقيقة أنه ميت وإن كان يغضو ويروح ويطعم ويشرب ويعمل ويسافر ويتزوج لكنه في الحقيقة أول من ينادي على نفسه بصفة الموت ولقد وصف رب العالمين هذه الخصلة فقال رب العالمين آمن كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمما ثلوا في الظلمات ليس بخارج منها معنى ذلك أن الذي يكون بعيدا عن الله عز وجل وإن توهم في تابوه أنني أعيش حياته كويس والحمد الله ومية مية وتمام وهو بعيدا عن الله عز وجل لا يصلي لله عز وجل هل يعتقد أن له حياة ليس له ورد من القرآن ولا إقبال على القرآن هل يعتقد أن له حياة لا يرحم الناس ولا يتصدق على الفقراء ولا يطعم المساكين ولا ينشغل ولا يسعى في شيء هل يعتقد أن هذه حياة إن الحياة ليست في طعام وشراب ودواء وغذاء وكساب ليست هذه الحياة الحياة على قدر ما يكون في قلب الإنسان وقلب الإنسان القلب لا حياة له إلا بالرب شئت أما بيت شئت أما بيت كل الناس وهذه أحد الأشياء التي جعلها رب العالمين مستقرة في جبلة الإنسان أنه خلق ليعبد فإن هدي عبد رب العالمين سبحانه وبحمده فخلص قلبه من كل صور الموت وإن لم يهتدي أنشأ لنفسه عبودية وإن لم يسميها عبودية عبد ذاته عبد ماله عبد شهوته عبد منصبه أنا كنت أقرأ تصريحة بعض اللاعبين هو لعب شهير جدا يعني كريستانو رونالدو أنه ملأ بيته بصوره وهو في كل في كل أوضاعه في كل وعندما يفرغه يشاهد مبارياته ولعبه وعندما تحور حول ذاته حتى إن الغربيين يزعمون وهو قد اعترف أن تكبره وأن أعجابه بنفسه قد أضره هذا الاعتراف الصغير المنسر بوسط هذا الركام من ملاحقات الإعلام والصور والإستجرام والسوشيال ميديا والشهر والسيط والجاه كل هذا يدلك على أن أصل الفطرة في الإنسان أنه خلق كائنا عابدا لا كائنا متكبرا ولا كائنا منفصلا عن الله عز وجل كل ما يكون مشوشا على معنى العبادة وعلى صفة العبدية فيك فإن هذا منتقس من حظ الحياة في نفسك وأعظم الحيات كما قال رب العالمين سبحانه وبحمده أو من كان قال رب العالمين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال رب العالمين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحيات في إقبال العبد على الله عز وجل في سكينته بين يديه سبحانه وبحمده في زلته لربه سبحانه وبحمده لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيه ولذلك أشقى الناس هو الذي يكون حجابا بين الناس وبين الحياة ولذلك اشتدت الأحاديث في التنفير من أولئك المنفرين الذين يصدون الناس عن دين رب العالمين سبحانه وبحمده ولذلك اشتدت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن أولئك الذين يصرفون الناس عن الدين في شأن الخوارج يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية لماذا؟ لأنه يكون سبيل نفرة بين الناس وبين الحياة هذا قاتل وإلا ما يفعل شيئا هذا قاتل لأنه يقتل في الناس معنى الإقبال على الله عز وجل يدفر الناس من الدين أو ذلك الذي يصدهم عن الدين بتوسيع باب الشهوات والشبهات وصرف الناس عن دين رب العالمين سبحانه وبحمده فهذا أيضا قاتل يقتل فيهم معنى الإقبال على الله عز وجل يحول بينهم بسدود طوال وبين الري والنهل من القرب من رب العالمين سبحانه وبحمده صاحب ضلالة وصاحب غواية صاحب الضلالة الذي يشتد فيقص فينفر الناس من الدين وصاحب غواية الذي يغرق الناس في شهواتهم حتى ينسوا لماذا أتوا فينسى الإنسان ولذلك سمى رب العالمين القرآن ذكرى وجعل الشرع كله ذكرى وجعل من غايات القرآن إن في ذلك لذكرى تذكرة لمن يخشى لماذا؟ لأن الإنسان سريع النسى ولذلك رحمه رب العالمين سبحانه وبحمده بأن جعل له مواقيت يقبل فيها على رب العالمين وجعل النداء لهذه المواقيت بعنوان أكبرية الله أكبر إن خلع من ضعفك إن خلع من نسيانك إلى ربك سبحانه وبحمده لا تظننا أن هذا الذي يغضو ويروح ويعيش ويقوم وينالو أن هذا حي ليس حيا أنت لم ترى هو جالس وحده أنت لم ترى هذه الجميلة التي صارت من المشاهير وعقدت 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 عندما تجعد وجهها وارتحل عنها الزمن لم ترى تلك التي انتحرت من أجل أنها أحست بالخواء لم ترى أولئك بينما أولئك البسطاء الذين يحملون سروج السماء يحملون مصابيح السماء في قلوبهم مصابيح السكينة لا تنطفئ أبدا لا تنطفئ أبدا هؤلاء هم الذين حظوا بالحياة ينام الرجل ويقوم ويذهب إلى حقله ربما أنت تراه رجلا فلاحا رجلا بسيطا رجلا كناسا رجلا عاملا رجلا عاملا في البوفيه ولا تعلم أن له قلبا حيا ولربما يكون قلبه موصولا بالله عز وجل ويكون قلب الذي يخدمه بعيدا عن الله عز وجل ولقد يكون الذي يقم الشارع يعني يكنسه خيرا ممن يعتني منبرا أو يجلس محاضرا ليست القضية في فصاحة اللسان ولكن في فصاحة القلب فذلك ليست القضية في صورة الحياة ولكن في حقيقة الحياة فالتبوه الأعظم أن يظن الإنسان أنه ببعضه عن الله عز وجل يكون حيا إن من رحمته سبحانه وبحمده أن جعل للمعصية ألما وجعل لها آثارا يجدها الإنسان في نفسه لكن بعض الناس يسكت هذا الأثر ويسكت هذا الألم في نفسه حتى تأتيه طوارق الزنوب شيئا فشيئا 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 حتى يبلغ قلبه ويعلوه الران كأن على قلبه سدا يحجبه عن النور وعن الحياة فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وهكذا يعتقد أنه حي فإذا وعظ لا يتعظ كيف يكون للإنسان حياتهم بعيدا عن الذي خلقه بعيدا عن الحي القيوم الذي حياته كل شيء به سبحانه وتعالى وقيام كل شيء بقيوميته سبحانه وتعالى وإقاتته هو الذي يقيت والذي يقدم الكوت والذي يربي عباده والذي يرزقهم والذي يكلأهم والذي يحفظهم سبحانه وبحمده ولولا فضله ورحمته ما بقي على وجه الأرض أحد هذه هي الحياة الحقيقية هذه هي الحياة الحقيقية فلا يغرنك سورة الحياة ولمعانها وبريقها فإن ذلك لمعانه صراب إن الإنسان الصادق يجد في قلبه ألم التأخر عن الصلاة لماذا جعل الله رب العالمين هذا الألم دلالة على الحياة ولذلك يقال لمن أحس ألما أنا عملت الذنب بس حسس بألم قالوا له هذا علامة حياة قلبك هذا علامة حياة قلبك ليس معنى ذلك أنك ميت سهل أن ترجع سهل أن تعود والتابوه الذي أختم به هو ذلك الذي يعتقد أنه خلاص أنا مشيت في طريق لروح ميردعش ليس في ديننا هذا باب التوبة لا يغلق إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك كل اللي أنا عملته كل اللي أنت عملته بتوبة بتوبة غير الله معالم الكون لراجل جاء تائبا قاتل مئة نفس فجاء تائبا صادقا فغير الله له معالم الطب المهم أن تأتي بقلبك يعني بعد كل دا عملت حاجة ما تتصورهاش أيها ما الذي خلقك يعلم هذه الأشياء ومع ذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهر ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقال رب العبيد لله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو كانت فيها مظالم عباد وحقوق وعباد استسمحهم وابذل وسعك في استسماحهم أو في قضاء حاجاتهم فإن بذلت وسعك وعلم الله عز وجل سقك في ذلك تحمل عنك التبعات سبحانه وبحمده وأرضى خصومك عنك كما قال أهل العلم في حديث الرجل الذي قاتل أمئة نفسك قيل وما مصير أولئك قال يرضى الله عنه ويقبل توبته ويرضي خصومه عنه وهذا من نزع الغل من أهل الجنة فيدخل الله عز وجل أولئك كلهم الجنة فيش حاجة اسمها أنا مشيت في طريق السكة اللي روح ما يرجعش لا يرجع وتوب إن الله عز وجل يحب أن تتوب ويفرح بتوبة العبد مهما كان منه وهو يعلم سبحانه وبحمده فالتبوه الذي يقول أنا خلاص مش ينفع وانا عملت وسويت ومش عرفيه هذه خرافة هذه خرافة يقبل بن العبد ما لم يغرغر لأن عند الغرغرة معاينة وقال الله أصبع لا يقبل إيمان عند معاينة لكن قبل ذلك مفسوح في أجلك توب وأنت بين ثلاثة أزمنة زمن مضى فرط فيه ما فرط وهذا تصلحه بتوبة صادقة وهذا عمل قلب وزمن يأتي لم يأتي بعد زمن سيأتي بعد ذلك في المستقبل تعزم فيه وتنوي على أن تطيع الله عز وجل وهذا أيضا عمل قلب بقي الزمن الذي أنت فيه تشغله بالطاعة إن وقعت في معصية توب ديننا ليس فيه ذلك الجحيم المستعر أن الإنسان إذا لاحقه ذنبه لا توب توب جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قابلت امرأة ممن كنت أهوأ في الجاهلية فأصبت منها كل ما يصيب الرجل إلا أني لم أفعل معها كما يفعل الرجل مع زوجتي فقال صليت معنا العصر أوحي إليه صلى الله عليه وسلم صحبه وسلم أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات صليت معنا العصر أنا وقال إذا فقط غفر لك هذا هو دين حياة الحياة الحقة في هذا الدين الحياة الحقة في أن تعود إلى رب العالمين سبحانه وبحمده ليس هناك من طريق لا رجوع منه بل ترجع وتعود وتأوب وهي خطوة واحدة قد تصلك إلى العرش من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعة من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعة ومن أتاني يمشي أتيته هرولا فالحمد لله أن ربنا هو الله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رحم الناس بالناس محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة